خلينا نتقل مع حضراتكم للأخبار الخدمية اللي بتشهدها المحافظات ففي الغربية قرر مجلس جامعة طنطة المنعقد صار في مكافئة إيجادة بقيمة 1500 جنيه لعمالة المنتظمة لجميع العاملين بالجامعة أما في الدأهلية فهيتم فرض غرامات مالية كبيرة على من يقوم بحرق قش الأرز قد تصل لمليون جنيه طبعا هنروح للمينيا دلوقتي وأكدت مدورة الصحة في هذه المحافظة أنه تم إجراء 1319 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار أما في أسيط فأعلنت المحافظة تنفيذ أعمال الطبعة الأسفلتية لإعادة رصف طريق القصية بني إدريس، بني صالح، بني هلال كل هذه التفاصيل أو تفاصيل هذه الأخبار هنعرفها في سياق هذا التقرير أخبار خدمية كتير شاهدتها المحافظات في الغربية قرر مجلس جامعة طنطة المنعقد صرف مكافئة إيجادة بقيمة 1500 جنيه للعمالة المنتظمة لجميع العاملين بالجامعة وأفراد الأمن والمنتدبين وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية والذين هم على رأس العمل وأيضا صرف مكافأة تعادل أجر 10 تيام بحد أقصى 800 جنيه للعمالة غير المنتظمة أعلنت محافظة الدأهلية أنه هيتم فرض غرامات مالية كبيرة على من يقوم بحرق أشر رز قد تصل لمليون جنيه بالإضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين خاصة أن قضية حرق أشر رز من أخطر القضايا البيئية وهيتم بالتنسيق مع إدارة البيئة بالمحافظة وجهاز شؤون البيئة ووكيل وزارة الأوقاف عمل حملات توعوية وإرشادية للمزارعين بالقرى بعدم حرق أشر رز لخطرته على البيئة وصحة المواطنين وفقت محافظة بنسويف على تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024-2025 ببعض المدارس حرصاً على تخفيف العبء على الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة الثانوي العام وفي ضوء مراعاة كثافة الفصول المناسبة في المينيا أكدت مدارية الصحة أنه تم إجراء 1319 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمينيا ضمن تقديم الرعاية الطبية لجميع المواطنين في إطار اهتمام القيادة السياسية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة فأسيوت أعلنت محافظة أسيوت تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية لإعادة رصف طريق القصية بني إدريس بني صالح بني هلال بطول 6.6 كيلومتر وضع ضمن خطة المحافظة لرفع جفائت وتطوير الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية لتسيين النقل والانتقال بمعدلات أمان وسلامة عالية والمساهمة في تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق باعتباره قطاع حيوي أحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 أعلنت محافظة كفر الشيخ افتتاح معرض أهل المدارس بمدينة بلتيم لتوفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة وتخفيف العبء المادي على الأسر مع بداية العام الدراسي الجديد بضم المعرض العديد من المستلزمات المدرسية المختلفة بما في ذلك الزي المدرسي، الحقائب والأدوات المكتبية والأحزية وغيرها وده في إطار حرص المحافظة على توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شهدت محافظة الأليوبية افتتاح مشروع إنشاء السوق الحضاري لمدينة الأناطر الخيرية بتكلفة 20 مليون جنيه وتم إنشاء عدد 120 بكية مساحتها 3 متر لتسكين الباع الجائلين بسوق الثلاثة وإشارع الحرية بالمدينة في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواء العشوائية والعمل على تأسير الحركة المرورية بشوارع المدينة واستعادة المظهر الحضاري لمدينة الأناطر الخيرية السياحية اشتركوا في القناة